اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم في جبال الهيمالايا في قرية الياتي العملاقة بنشوف السكان وهم عايشين في سعادة مع بعض بيظهر بعدها ميجو واللي بيحكينا عن حكيم القرية وبنعرف ان الحكيم هو الحارس للأحجار السحرية واللي منقوش عليها كل قوانين الحكم في القرية بيكمل ميجو كلامه وبيحكي عن والده واللي بيكون دوره انه هو يصحي كل سكان القرية في اول يوم عن طريق الجرس العملاق اللي معاه في يوم بيجي الحكيم وبيقول لميجو انه هو هيكون مسؤول عن رن الجرس بدل والده وبيفرح جدا ميجو لما بيسمع كده بيتحمس انه هو يبدأ تدريب على الشغل الجديد وبيبدأ فعلا التدريب بيبدأ درجل والده انه هو يشد ميجو بالحبل ويسيبه علشان يوصل للجرس ولكن ميجو بيفشل في البداية وبيحس بالاحباط ساعتها بيشجع والده وبيقوله انه هو قعد فترة طويلة يتدرب على الشغل وده كان اول ما بدأ وانه هو مع مرور الوقت هيقدر انه هو يعمل الشغل بكل سهولة وفعلا بيجرب ميجو مرة تانية وبيقدر المراضي انه هو يطير ناحية الجرس ولكنه بيشوف ماتشي بنت حكيم القرية وطبعا بيكون معجب بها جدا ولان ميجو ما كانش مركز في الوصول للجرس بيتفاجئ انه هو فوت الجرس من غير ما يضربه وبيقع على الناحية التانية من الجبل بيتفاجئ ميجو لما بيلاقي ان الشمس طلعت على الجبل وكمان بيلاقي ان فيه طيارة بتقرب منه بتكون محطمة وعمل حدثة وبيستغرب ميجو لانها اول مرة يشوف طيارة وبيفضل يتباحها من بعيد لحد ما بينزل حد من الطيارة بالبرشوت وساعتها بيقرب منه ميجو وبيكون مستغرب من شكله وبيمسك رجله وبيتفاجئ من حجمها الصغير وبتكون دي اول مرة يشوف فيها ميجو البشر بنفهم بعد كده ان ميجو كان مستغرب لان الاحجار السحرية اللي موجودة في القرية كانت بتقول ان مفيش اي كائنات تانية موجودة على الارض غيرهم ولكن الطيار بيكون خايف جدا طبعا من شكل ميجو وبيحاول ميجو ان هو يطمنه وان هو مش هيئزيه ولا حاجة ولكن الطيار بياخد البرشوت وبيهرب من المكان بيجري ميجو بعد كده على اهل قريته وبيقول لهم ان هو لقى كائنات تانية موجودة على الارض لما مش بيسدقوا بيطلب منهم ان هما يروحوا معاه للمكان اللي فيه الطيارة وفعلا بيوصلوا معاه لهناك ولكن بتكون الطيارة وقعت من على حفة الجبل ومش بيلحقوا ان هما يشوفوها بيرجع له القرية وهناك بيسأل الحكيم عن اللي حصل فبيقول له ميجو عن الكائن اللي شافه فبيقول له الحكيم ان ده مش منطقي لان الاحجار بتقول ان مفيش كائنات على الارض غيرهم وبيطلب منه ان هو يعتزل لكل اهل القرية ولما بيرفض ميجو ان هو يعتزر بيتداي الحكيم وبيطلب من الجنود ان هما ينفو برق قرية بيخرج من القرية وفي الطريق بيظهر له ثلاثة من الياتي وبيقولوله ان هما مسدقين اللي هو بيقوله وبيطلبوا منه ان هو يقابل الزعيمة لما بيروح بيتفاجئ بالزعيمة بتاعتهم دي لما بيلاي انها تبقى ميجي اصلا بنت حارس الاحجار بتقوله ان هما منظمة سرية وبتطلب مساعدته علشان يثبته لقرية ان في بشر على الارض وان هما مقتنعين بكده بتكمل ميجي كلامها وبتقوله ان البشر بيكونوا عايشين تحت الجبل وبتطلب منه ان هو ينزل بنفسه ويجيب واحد منهم علشان يثبته كلامهم لأهل القرية كلهم بيرفض ميجو في البداية ولكنهم بيقنعوه ان هو لازم ينزل علشان يثبت برقته وكمان يقدر ان هو يرجع مرة تانية للقرية بننتقل بعد كده للاحداث لمدينة البشر وبيظهر بيرسي واللي بيصور فيديو جديد وبيتكلم مع مديرة الاعلان وبيقول لها ان فكرة الاعلان هتكون ان فيه عنكبوت كبير بيحاول ان هو يهجمه وهو بيحمي نفسه من هجماته بترفض بيراندا الفكرة دي وبتقول له ان هم عاوزين يعملوا اعلان عن حقوق الحيوانات ولكن فجأة بيقضحهم الطيار اللي هرب بالبراشط وبيكون خايف جدا بيقول لهم ان هو شاف كائنات الياتي على الجبل وبيحاول بيرسي ان هو يهديه وبيقول له ان الياتي دول كائنات اسطورية وما لهمش وجود في الواقع بيفكر بيرسي بعدها في كلام الطيار وبيجري على بيراندا وبيقول لها ان فكرة الفيديو الجديدة هتكون انها هتلبس لبس كائن الياتي ده وتبدأ انها هتهجمه وبيقول لها انه متأكد ان الفيديو ده هيجيب مشاهدات عالية جدا ولكن بنشوف بيراندا وهي مش متحمسة للفكرة بنرجع لميجو اللي بيوصل للارض وبيمشي لحد ما بيوصل لبيج بيرسي في نفس الوقت بيكون بيرسي خارج من البيت وبيفرح لما بيشوف ميجو لانه بيكون فاكر ان بيراندا وفقت على الفكرة وبيقول ان شكلها زي كائن الياتي بالزبط بيبدأ يطلع الموبايل علشان يصوروا الفيديو وبيفضلوا هما الاتنين يتكلموا ولكنهم طبعا ما بيكونوش فاهمين بعض وفجأة بيلاقي بيرسي بيراندا ركبة دراجة بتاعتها من بعيد فبيتصدم طبعا لانه بيفهم ان اللي وايف قدامه ده يبقى كائن الياتي الحقيقي وبيجيب بيرسي بعد كده بندقية فيها مخدر وبيضربها على ميجو ولكنها بتطير في الهواء وبترجع لبيرسي مرة تانية وبتصيبه فعلا وبيفقد الوعي بيكون ميجو فرحان جدا وبيقرر ان هو ياخد بيرسي معالي القرية علشان يثبت لهم كلامه ولكن في الطريق بتقوم عاصفة قوية جدا بيقرر ميجو ان هو يدخل كهف لحد ما العاصفة دي تخلص لما بيدخل ميجو للكهف بيتفاجئ ان بيرسي جمد وساعتها بيربوته في حبل وبيفقدر يقلبه على النار وفعلا بتنجح فكرته وبيفوق بيرسي وبيفتكر ان ميجو بيعزبه بتبدأ النار فعلا تحرق الحبل اللي كان مربوت به وبيقدر بيرسي ان هو ينقذ نفسه وبيجري على الموبايل وبيصور فيديو وبيبعاته لبراندا وبيطلب منها انها تنشر الفيديو ده في كل مكان لان ممكن كائن الياتي ده يخلص عليه بيحاول بيرسي ان هو يهرب من ميجو ولكنه بيتصدم لما بيلاقيه قدامه دبة ضخمة جدا ولكن فجأة بيوصل ميجو وبيتكلم مع الدبة اللي بتقول ان ولادها نايمين وانها مش عاوزة اي ازعاج وانها مش عاوزة اي ازعاج وساعتها بيقول ميجو ان هما يسيبوا الكهف ده على طول وبياخد بيرسي وبيمشوه وهما بيخرجوا من الكهف بيقع ميجو في الفخ اللي كان محتوط في الكهف وبيفرح بيرسي بعدها وبيحاول ان هو يهرب ولكنه بيفتكر ان ميجو ما عملوش اي حاجة وحشة وكمان انقاذه من الدب وساعتها بيقرر ان هو يرجع له ويساعده يتخلص من الفخ بيستخدم ميجو اللغة الاشارة وبيطلب من بيرسي ان هو ييجي معاه لفوق الجبل وبيقرر بيرسي ان هو يجرب المغامرة دي وفعلا بيبدأوا هما الاتنين رحلتهم مع بعض وبنشوفهم وهما بيتسلقوا الجبل ومن ناحية تانية بنشوف ميتشي وهي بتقرر انها تنزل للارض لانها بتكون حاسة بالذنب ناحية ميجو ولكن فجأة بيسمعوا صوت من بعيد وبيكتشفوا ان ميجو فعلا نجح ان هو يطلع للجبل وبينبهروا اكتر لما بيلاوا ان هو نجح يجيب معاه واحد من البشر بياخدوا بعدها بيرسي وبيروحوا بيه للقرية وبيكون كل سكان القرية مصدومين ان فيه كائنات تانية على الارض على عكس ما بتقول الاحجار السحرية وبيظهر بعدها الحكيم وبيكون مدائي جدا وبيفضل يقنع سكان القرية ولكنهم مش بيهتموا بكلامه وبيقرروا ان هم يسبوه ويمشوه بيكون بيرسي بعد كده منبهر جدا بكائنات الياتي دي وبيفضل يصورهم وهم بيلعبوا معاه بيروح ميجو بعد كده لوالده اللي بيكون حزين لما بيسألوا عن السبب بيقوله انه مالحقش يرن الجرس زي كل يوم ورغم كده الشمس طلعت عادي وان ده معناه ان الاحجار كمان كانت بتكذب لما قالت ان ضرب الجرس هو السبب في ان الشمس تطلع انه هو يقابل الحكيم وفعلا بيروح مع ميجو وهناك بياخدوا الحكيم لكهف شكله مخيف جدا وبيفتح سرداب في ارضية الكهف وبينزلوا فيه بيتفاجي ميجو لما بيلعي رسومات كتيرة جدا للبشر على جدران السرداب وبيبدأ يحكيلوا ان كائنات الياتي كانت عايشة بسلام مع البشر ولكن بدأ البشر ان هم يصطدوهم علشان يستخدموا الفروب تاحهم وبايع اعضاءهم كمان في الصناعات اللي بيعملوها وساعتها قرر اجدادهم ان هم يهربوا من البشر ويعيشوا في قمم الجبال بيتصدب ميجو وبيخاف من اللي سمعوا وافتكر ان فعلا بيرسي اول ما شافه حاول ان هو يضربوا بالبندوي علشان يقتله وبيكمل الحكيم كلامه مع ميجو وبياخدوا لمصنع الدخان وبيقوله ان هو اللي بيعمل الضباب الوهمي اللي حوالين القرية بتاعتهم علشان محدش من البشر يقدر يعرف مكانهم وبيكون ميجو محتار ومش عارف هيعمل ايه مع بيرسي وساعتها بيطلب منه الحكيم انه يطلع ويقول لياتي انه هو كان غلطان لما قرر انه هو يثبت لهم ان في بشر موجودين على الارض وانه هو اللي هيتصرف في الباقي بنروح لبيرسي اللي بيتكلم مع ميتشي عن حياة البشر وعن باقي الحيوانات اللي سكنين معاهم وبتكون متحمسة جدا وبتحكيله هي كمان عن تاريخ كائنات الياتي بيدخل عليهم ميجو وبيشوف الرسومات اللي عملها بيرسي واللي كانت شبه الرسومات اللي موجودة في السرداب وساعتها بيخاف من البشر وبياخد بيرسي وبيطلع به قدام كل اهل القرية وبيقول لهم ان هو كان غلطان وبيتكلم بعدها الحكيم وبيقول ان الكائن ده يبقى نوع من انواع الياتي ولكن شكله مختلف وبيوريهم واحد من الاحجار عليه رسمة لبيرسي وان ده دليل ان الاحجار دايما بتقول الحقيقة ومش بتكذب بياخد الحكيم بيرسي وبيقول لأهل القرية ان هو هيرجعه للكهف اللي لقوه فيه وبيرجع بعدها ميجو لوالده وبيكون حزين وبيقول لوالده ان عدم المعرفة بكل حاجة هي نعمة كبيرة لانه كان عايش سعيد قبل ما يعرف حكاية البشر وانه كان اقصى طموحه انه هو يكون مسؤول عن ضرب الجرس كل يوم ولكن والده بيقوله انه لازم يعمل اللي هو شايفه صح وانه هو لازم يرجع الكائن البشري للمكان اللي هو جابه منه بيروح علشان يحرر بيرسي من السجن ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ان ميتي قررت انها تنزل من الجبل علشان توصل بيرسي لقريته مرة تانية ساعتها بيجري ميجو وبينط منع الجبل وبينط معاه باية أفراد المنظمة السرية وبيرجع بيرسي للمدينة وهناك بيتفاجئ ان كل الناس مشغلة فيديوهاته وانه هو بقى مشهور جدا اما ميتي فبتعمل لخبطة في المدينة وبتبدأ الشرطة انها اتطردها وبيوصل لها ميجو وباية أفراد المنظمة وبتتدايق في البداية لما بتشوفه ولكنه بيشرح لها كل حاجة وان البشر خطر عليهم وعلى حياتهم بتفضل الشرطة اتطردهم وفجأة بيظهر الحكيم وبينقذهم منهم بيهربوا من المكان مع عدم ميجو اللي بيقرر انه هو يفضل علشان يشاتت الشرطة وما يقدروش انهما يوصلوا لمكانهم ويظهر قدامه بيرسي وبيطلب منه انه هو يسامحه على اللي هيعمله وبيضربه بمسدس التخدير وبتوصل بعدها الشرطة وبتقبض على ميجو بنتفاجي بعدها ان الشرطة قبضت على بيرسي واللي كان لبس البدلة الصناعية واما ميجو فبيظهر مع باقي رياتي وبيرجعوا لمدينتهم بسلام بيجمع ميجو بعد كده اهل القرية وبيعتزل لهم انه هو كذب عليهم وانه هو عمل كل ده علشان يحميهم من البشر ولكنه شايف ان الحل انه هم يعيشوا مع البشر ويثبتوا لهم انه هم كائنات طيبة وفعلا بيقتنع الياتي وبينزروا للمدينة وبنشوفهم وهم بيعيشوا مع البشر بكل امان بعد ما استقبلوهم بكل سعادة وبس كده لحد هنا بتخلص الحلقة بتاعتنا نتمنى انها تكون عجبتكم لو عجبتكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتير جديدة وسلام